مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومرحبا بكم وحالة جديدة من برنامجكم الاسبوعي المجري النهاردة لازم هبدأ كلامي بتهنئة لجماهير النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس ادارته وقول لهم مبروك على السوبر مبروك على الاداء اللي فوق الوصف لكن انا قلت قبل كده الاهلي يمرض ولا يموت كلكم اتفئين معايا عن الكلام ده ليه انا قلت الكلام ده كله النادي الاهلي بيمر الفترات يعني الى حد ما النادي الاهلي الفترة اللي فاتت تلت سنين متواصلة بيلعب مباريات لا العب عارفة استريح ولا الجهاز عارف استريح ولا مجلس ادارة كمان قادر يقدر يقول انا عاوز كذا واعمل كذا انما القرار الصحيح بداية من الصحيح لما ريح اللاعبة بتاعته الموسم اللي فات اللاعبة كبيرة كلها لما ريحهم ودي كانت يعني حاجة زكاء غير عادي بش النادي الاهلي بس ده كله عمل كده بش النادي الاهلي بس اللي بعض الناس دلوقتي بتشتكي بعض النادي بتقول لك ايه اصد العب بتاعتنا مجهدة طب ده النادي الاهلي اللاعب تلت سنين تلت سنين متواصلة ويدا اتحاد الكرة يضغط عليه ولاجئة المسابقات يضغط عليه وكله يضغط عليه بتقول لكم النادي الاهلي لا يموت اه بيمرض وبيمرض اوام اوام الصورة امام حضراتكم مبارات السوبر اللي رجع فيها اسم النادي الاهلي والنادي الاهلي طبعا الاسم موجود على طول انما النادي الاهلي بكيانه بجماهيره رجع تاني النادي الاهلي عشان يحطوا كل واحد بقى في البرواز بتاعه النادي الاهلي مع مدرب بصراحة حاجة تفرح وحاجة احنا بقولك تهتحكم على المدرب من دلوقتي انا بقول لكم البوادر بقولت هالكو انا تفرجت على المدرب واتفرجت على تمرينه مغير ما حد دول يتعال اتفرج على حاجة عشان اشوف الراجل ده بيعمل ايه فاولا بعض الناس اللي كان بتشكلك ايه هو النادي الاهلي ما عاملش ايه صفقات صفقات ايه هو مش بالكم ما انت شفته ان ديه بالجابة بالعشر والحداشر لعيب وهيمشوا نصهم مش بالكم النادي الاهلي عامل ثلاث صفقات او صفقتين وبعد كده عندنا مدرب مخه كويس قوي هتقول لي انت هتصيط المدرب من اولا لازم نديله حقه في الجزئية دي بيعرف يقرأ الجيم كويس بيعرف يوظف اللعيبة كويسة شفنا اكرم رجع تاني وكريم اللي تقلق في براته حتى برات الدخلية وعاوز اقولكم ان النادي الاهلي بجماهيره رجعت وكل واحد يتحط في مكانه بقى كل واحد يرجع للقالب بتاعه لان النادي الاهلي لما بيفوق ما بيش حد بيقى فوق قدامه شفته قد ايه النادي الاهلي عمل مباراة كبيرة جدا مع نادي الزمالك وفرح جماهيره اداء ونتيجة ماليش جعبا الفرقة التانية حصل ايه ولا ما حصلش ايه وبعدين من زي ناس اللي بتفطس يقول لك السمر مش ماهمناش نكسب بافريقيا يقول لك فريقيا دي عاملة زي دوري كرة الشراب كاس السوبر يقول لك مش عارف كاس السوبر ايه ماهمناش طب اني عمل لكم ايه لأ احنا مش هنبصوا مفيش حاجة هتشغلنا خلاص مفيش حاجة هتشغلنا كل هشغلنا الوقت ان احنا نقف وبقول لي جماهير النادي الاهلي نقف ورا فرقتكم فرقتكم رجعت فرقتكم هتحط كل واحد في مكان وانا بقول لي الكلامنا كله اني في بعض الاندية كانت بتتفكر ان تطمع على النادي الاهلي انسوا انسوا خلاص واحدة لك انت بتقولي الكلام ده عشان كاسبان اهي انا بقولي الكلام عشان كاسبان والاداء والرجولة والروح فنلنا الحمرة بدليل عارفين ليه الروح فنلنا الحمرة انتو فاكرين زمان نما النادي الاهلي كان بيكسب في الديئة التسعين النادي الاهلي كان بيكسب في الديئة تلتة وتسعين وعمل صفقتين شادي وانا بقولي شادي ده كمان اصبروا عليه شوية هيبقى لعب يكسر الدنيا محمد شريف رجع تاني سافيه بسم الله ما شاء الله اللي كانوا بيفطسوه من قبل ما يلعب بيقولك لا ده بش برازيلي ده طلع برازيلي طيواني لا اه شوف بص بحطوا الكرة ازاي ده بش برازيلي انا بقولكم احنا مش هنبص بقى للراغي اللي حوالينا وحاجات تشغلنا تاني ومن هنا اولا انا بشكر اللعبين عن روح القتالية اللي حاجة بسم الله ما شاء الله مش في ماتش بتاع الزمالك بس لا ده ماتش الداخلية كمان عملوا ماتش وعملوا سكور وكل حاجة رجعت تاني بشكر اللعبين والجهاز الفني بقيادة كولر صراحة حاجة تفرح وفيه هدوء من المدير الفني وهو واقف بيقرأ تغيراته وغير عادية كمان ودي بدأ ده اللي بيبين المدرب على طول ونشكر مجلس الادارة مجلس الادارة اللي الناس بعض الناس صارت قوي على مجلس دارة ازاي بجيبنات الصفقات وازاي ومش ازاي والدنيا قامت على مجلس الادارة انت بتشوف الاندية تانية اللي جاب تسعة واللي جاب عشرة واللي جاب خمستاشر ولا لينا دعوة انت عندك لعبتك خادت الراحة اللي مفوت تاخدها من ثلاث سنين اللي مفوت تاخدها من ثلاث سنين وانا هقول لكم على حاجة دلوقتي وافتكروا الكلمة دي ربنا هديكم العمر ودينا وبقولوا فيه واحد قالي الكلام ده منصف عبدو قالي الكلام ده منتخب مصر اهو كويس اهو كويس بكل انديت مصر بس النادي الاهلي اساسي اللي عبت النادي الاهلي هم يكون فاقية بتفوى اي منتخب موجود ده كل ده ايه كل ده ولسه المدير الفني كولر ملعبش بخمسين في المية حتى من قوة الفرقة كلها لان فيه ناس لسه في الاصابات شفنا دي ناس بترجع وناس اللي بره بيخش بيقدي احسن من لجوه وحاجة يعني بسم الله ما شاء الله فبنقول لمجلس ادارة احنا بنشهرك على المجهود الكبير اندي اشتغلت طاعت ضغطه وهجوم رهيب سواء من بعض الاهلوية او من بعض الناس التانية اللي هي بتعكك على السحر الرياضية فكملوا زمانتوا ماشيين وربنا يوفق ان شاء الله الجهاز الفني جهاز الفني فيه هدوء بنشكرك على النتائج الطيبة اللي انت عملتها من خلال اداء كورة كويسة وده الناد الاهل متعود يعني انا جماعة صحابي بيكلموني بقولي معقولة ده الناد الاهل رجع كده وتقولهم اه الناد الاهل الناد الاهل ما يموتش الناد الاهل يفضل ده كيان والكيان ده احنا الافراد بتموت انما الكيان بيفضل عايش مدى الحياة ربنا يديكم العمر والصحة بنقول الجهاز الفني ربنا وفقكم المرحلة الجاية واحنا بنشكركم على كل حاجة عملتوها لان انتوا رجعتوا البهجة والسعادة تاني لجماهير الناد الاهل فبنشكركم